ظلم يلف الطرقات ومناطق مختلفة ومتعددة من المدن الليبية هذا الظلم الذي لا تلوح له نهاية في الافق يعكس صورة تحاكي واقعا سياسيا ومعيشيا يقاسيه الليبيون في وطن ينفق سنويا ما مقداره 800 مليون دينار لدعم الكهرباء حسب تقارير حكومية الحكومات المتعاقبة في ليبيا منذ تورة فبراير خصصت نحو 20 مليار دينار لتوفير الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الماضية لكن النتيجة ظلت في صورة مبالغ متصاعدة وأزمة متفاقمة وكأن ما ينفق خصص للنفخ في نار الأزمة لا لاحتوائها وإيجاد حلول جدرية لها مليارات خصصت وأخرى أنفقت منها ما كان لتوفير الطاقة ومنها ما كان لتطوير شبكة لم تسهم حتى الآن في تخفيف وطأة المعاناة التي يصبح ويمسي عليها الليبيون بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال وطرح الأحمل يشكل شبحه مادة دسمة للإعلام وسلاحا في يد الخصوم السياسيين يتقذفون بالمسؤولية عنه دون دور في الحد من تداعيته ليبقى الضحية في كل الحالات هو المواطن العادي الذي يختنق بأزمات أخرى مثل نقص السيولة وارتفاع الأسعار آخر التعاقدات التي تجري لأجل الصيانة ولا يزال الأمل في نتيجتها كان التعاقد مع شركة سيمينس الألمانية بقيمة ناهزة مليار دولار رغم أن التصريحات والإعلان عن التعاقدات لم يعد يقنع أو يهدئ من روع المواطنين إذ عبر أهالي طرابلس وغيرهم عن غضبهم عبر الاحتجاجات وحرق إطارات السيارات وإقفال الشوارع على مدى اليومين الماضيين لكن الرد كان كالمعتاد جاء في بيان منسجم مع ما كان وجهه رأس الهرم في الحكومة المقترحة في وقت سابق من اتهام لمن سماهم بالجماعات المسلحة بالمساهمة في تفاقم مشكلات إمدادات الكاربا بضغطهم على مسؤولي التوزيع لمنح الأفضلية للأحياء التي يسيطرون عليها وبين تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الحالة التي وصلت إليها البلاد من تهديد بالإضلام التام وبينما ينفق من مليارات لم تؤتي أكلها يبقى السؤال إلى متى يدفع المواطنون ثمن فشل مسؤولين أخلفوا عودهم أمام شعوبهم